متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو استثنائي شوية بعيد عن شرح نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن ايضا هو حوالي نماذج الذكاء الاصطناعي مش هنخرج بره بعيد يعني عن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها والنهاردة انا هتكلم في شوية نقاط مهمة يعني استشفيت بعض الحاجات اللي بتكون موجودة من خلال التعليقات عندي على القناة وقد ايها مهمة وممكن انا اطلع اتكلم عنها او اركز عليها اولا لازم نقول ان الفترة دي بتشهد تطور كبير جدا في نماذج الذكاء الاصطناعي كل يوم في تحديث جديد وكل يوم في حاجة جديدة بتطلع وبالتالي احنا بنطلع نتكلم عنها بعض الناس بتقول ان احنا بنلهس وراء انظمة الذكاء الاصطناعي وان الموضوع المفروض يكون فيه نماذج يعني احنا نشتغل عليها ونطورها اولا حبيت بس ان انا اوضح حاجة انا زي زيك انديوزر بستخدم هذه النماذج ولكن انا ببصر الموضوع شوية بشكل ان انا مهتمية اكتر بالموضوع فعشان كده ببدل ادور فيه وحب ان انا اطلع اتكلم عنه لما بوصل لحاجة فيه اطلع يعني انقلها للناس قدر الامكان في البعض بيتابع موضوع الذكاء الاصطناعي ده من بعيد شوية نتيجة انه هو في بعض المصطلحات في بعض الحاجات هو مش قادر يفهمها او يعرفها فبنحاول نبسط المعلومة القدر الامكان علشان في الاخر الانديوزر او المستخدم يقدر يستفيد من نموذج الذكاء الاصطناعي حسب شغله حسب دراسته حسب التسك اللي هو عايز يستخدمه بيها فحتة ان احنا نشتغل على نماذج ونطور ونطلع دي شغلة المطورين ومن المفترض ان نماذج الذكاء الاصطناعي بتحاول انها مش كلها طبعا في بعضها بيكون مفتوح المصدر علشان انت تطور عليها وان شاء الله باذن الله هنحاول يعني الفترة القادمة نشتغل على او ان احنا ننزل النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي ونشوفه في شكل عملي زي بيشتغل على جهاز الكمبيوتر ده ان شاء الله في مرحلة قادمة باذن الله تعالى في نقطة برضو انا مش بحبها حتة ان مش كل نموذج ذكاء اصطناعي جديد حتى لو كان مفتوح المصدر نجري ونحمله وننزله عندنا على الجهاز اولا لان هو اغلب انظمة الذكاء الاصطناعي تتطلب ان يكون اللابتوب بتاعك او جهازك له مواصفات معينة الحاجة التانية لو انت فضلت ورا كل نموذج ذكاء اصطناعي تجربه وتنزله عندك على الجهاز الموضوع هيكون طبعا متعب جدا يعني وشاق لكن من وجهة نظريتة لما في نموذج ذكاء اصطناعي لو واجهة نجربها ومن خلالها يبقى مرحبا بيه ونشتغل عليه ونجربه الحاجة التانية اللي انا حابة اتكلم عنها وهي اللغة الانجليزية اللي واحد بيستخدمها كتير اثناء الشرح اولا انا حابة اقول ان المحتوى اللي احنا بنقدمه ده اصلا هو محتوى باللغة الانجليزية يعني هو جاي من عندهم هم باللغة بتاعتهم واللغة الانجليزية هي اللغة العالمية يعني اللي الناس بتتواصل بها الحاجة التانية في بعض المصطلحات لما تيجي الترجمها اللغة العربية بتكون غير مستسيغة الحاجة التالتة إن أنا لما جيت يعني أفهم الكلام ده وادرسه وافهمه باللغة الإنجليزية فغضبنا عني بالتالي هستخدم نفس المصطلحات اللي أنا درسته بيها أو اللي أنا تعلمته بيها فأعذروني في هذه النقطة وبحاول قدر الإمكان لما بلاقي مراضب باللغة العربية أكيد بقوله بجانب اللغة الإنجليزية فحاولوا تسامحوني في هذه الجزئية بحاول اشتغل عليها قدر الامكان ولكن للأسف زي ما قلتلك احنا محتاجين ان احنا بما نحسن اللغة الانجليزية شوية مش بقولك حسن انا مش يعني فلاوينتين انجليش يعني اكيد بخطأ في البرونانسيشن في النوت او في حاجات كتير ولكن بحاول اتعلم زي ما اي حد بيتعلم لان اللغة الانجليزية هي المفتاح اللي حيوصلك لي نالج كتير ومعارفة كتير وعن تجربة صدقني وخبر السنين اللغة الانجليزية مهمة جدا جدا ان انت تعرف تقرأ ارتكال مقالة او ان انت تتطلع على احدث الاخبار وبالذات في مجال التكنولوجيا او في مجال البزنس او في مجال الماركتنج هتلاقي اللغة الانجليزية مهمة جدا جدا مش عايز تطور في الجزئية دي كتير بس انا بحاول لنا يعني الناس اللي بتشوفني اول مرة او بتشوفني من وقت قصير يعني تتعرف على وجه نظري او تفكيري في بعض النقاط اللي بحاول اطرحها معيكم حاجة بقى مهمة جدا 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 وهي الجزء المتعلق بنامزج الذكاء الاصطناعي المتتالية انا عارفة ان الموضوع صداع يعني بجد هو صداع كبير جدا جدا والعيب اللي انا شايفة من وجه نظري ان الواحد مش بيلحق يطبق والاند يوزر مش بيلحق يعني يقف على كل جوانب النموذج بتاع الذكاء الاصطناع يطلع له نموذج تاني يقولوله النموذج ده يطلع نموذج تالت انا انا مدركة ده وفاهمه لكن لازم نعرف كل حاجة ولازم نحط عنا على كل النماذج انت شفت ديبسيك في الفترة الاخيرة شركة ديبسيك ازاي يعني تطورت وتصدرت في الفترة الاخيرة بناموذج ديبسيك ار وان المجاني المفتوح المصدر اللي هو زيره اللي تقدر ان انت كمان تنزله لوكالي عندك على الجهاز وكل الناس قد ايه كانت معجبة بيه وشايفاه يعني كم من كم شهر الناس ممكن تشوف ان نموذج ده زي وزي اي نموذج عادي يعني فيش اي جديد فيه ولكن احنا شفنا التقدم والتطور اللي فيه فلازم دايما نحط عنا على نماذج الذكاء الاصطناعي ودايما بنصح يعني متابعيني الاعزاء على القناة ان دايما كده يبقى فيه زي اكسل شيت تحط فيه النماذج وتكتب جنب كل نموذج ده مفتوح المصدر ده مش مفتوح المصدر ده مجاني ده بيد ايه الجديد في النوتس او الملاحظات مثلا انت شايف ان ده كويس في ايه ومش كويس في ايه صدقني الحاجات دي مع الوقت حتفيدك بشكل كبير جدا لان اكيد حنوصف في الاخر لمرحلة ما من الاستقرار في التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي ونطلع بافضل حاجة واحسن حاجة نماذج الذكاء الاصطناعي احنا عارفين ان فيه نماذج يعني من غير ما نصرح باسماء غالية والخطط بتاعتها غالية وزي النهاردة مثلا انا كنت عايزة اجرب معاكم بس مستنينزل في البلاس بلان يعني حتى يعني مش في المجاني لا في البلاس بلان اللي بستخدمها على اساس ان احنا نطلع ونشوف فعلا هل هو بداية عصر الاي جي اي ولما بقول بداية عصر الاي جي اي مش قصلي ان هو خلاص بقى يتصرف وصلنا للذكاء الاصطناعي العام وبيتصرف زي الانسان انا قصلي ان هو في يعني عمله بيتبع المنهجية اللي بيتبعها البشر انت لما بتجي تعمل بحث اكاديمي بتقعد تدور بالساعات وبالايام على مصادر وتقعد تفلتر وتشوف يعني حاجات كتير جدا ومراحل كتير جدا بتمر بيها لحد ما تقف على الحاجة اللي انت عايز تطلعها وتعمل بيها البحث نفس المنهجية دي بيتبعها Deep Research من شركة Open AI وعشان كده انا شايف ان هو مختلف والتحديث ده تحديث كبير من وجهة نظرية وان شاء الله بإذن الله نجربه نتمنى قريبا ولكن زي ما قلت لك النمازج فيه نمازج غالية جدا وفيه نمازج معقولة وفيه نمازج مجانية فاحنا لازم نطرح كله ونشوف لو فيه مثلا خطة غالية قوي نقدر نستبدلها بخطة اقل تكلفة او مجانية ده لازم نحنا نعمله علشان حتلاقي نفسك متردد ما بين نمازج مختلفة طب استخدم جيمين اي ولا كلاد ولا استخدم اوبي اي اي فزي ما قلت لك حاول تعمل الاكسل شيت ده وتحط فيه كل النمازج وانت من وجهة نظرك بتبروبتك انت يعني ايه الافضل وايه الاحسن طب ده مجاني كويس ده مدفوع بس سعره كويس ممكن استخدمه وطلعني نتائج افضل انت كايند يوزر انت اللي بتحكم مع ما طلعنا احنا وكلمنيك ونالك دي تبروباتنا الشخصية وتبروبتي غير تبروبتك حتى لو الاداء واحد بس انت بتبص للنموذج بشكل مختلف عني ممكن تشوف نفس اللي انا بشوفه لكن انت ممكن تكون افضل مني كمان في الاوامر ممكن انك انت شايف ان فيه نموذج هو ده النموذج اللي انت مرتاح معي بتتعمق فيه اكتر وبتفهمه اكتر فذي نقطة كنت حابة اتكلم عنها مش عايزة طول عليكو كتير بس انا كنت حابة اتناول النقاط اللي بتجيلي في التعليقات وفي بعض الناس تقول النموذج ده هو النموذج الطب وما فيه ازايه حاول ان انت تجرب بقية النموذج ما تقفش عند نموذج معين لازم تكون مطالع على كله وفي الاخر خالص في بعض النموذج بتبهرنا يعني بتطلع كده ده ديبسيك تبهرنا زي برضو ديب ريسورش ده حيفرق كتير جدا جدا احنا بستنين بقى هو كلود اللي بقاله فترة أصلا كبيرة جدا جدا ما طلعش علينا بحاجة جديدة نتمنى ان هو لان كلود انا كنت شايفة شركة انفرابك من الشركات الرائعة جدا وخصوصا في مجال الكودينج تاسكس باستخدام كلاوس سانت 3.5 كان ممتاز جدا جدا في التسكات اللي الواحد بيفهم فيها يعني طبعا الديفولبرز اللي بيتفرجوا علينا حيقدر يقولولنا تجربتهم في هذه الجزئية اولا بشكركم جدا على التعليقات والكلمات الطيبة اللي بتجيني شكرا لكم جزيلا ده بيشجعني ان انا استمر اكتر وقدم الجديد اتمنى يكون كل اللي بنقدمه بيفيدكم وبيعجبكم دايما نشاركونا بتعليقاتكم انا بستفيد منها جدا بتلفوتوا نظري الحاجات كتير بروح اجربها لان انا زي زيكم زي ما قلت بس ممكن اكون مهتمية اكتر بكل نموذج على حدة فاتمنى ان شاء الله بازننا احنا دايما نستمر في هذه الجزئية بمشاركة التجارب بتاعتنا على نماذج الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لكم في نهاية كل فيديو اشوفكم في فيديو قادم بازن الله تعالى ونموذج جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي متنساش لو يشوفنا الاول مرة وعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه لسا نجد سابسكرايب لقناة اعمل سابسكرايب فضلا وليس امرا وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكنتم بتابعينا الاعزاء متنساش اللايك وشيرو وكومنت دمتم فرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته